جميل سانداونز قبل مواجهة النادي الاهلي كان لها بعض التعليقات المهمة اللي بتبين قلق من النادي الاهلي بتبين خوف من النادي الاهلي احترام للنادي الاهلي حاولنا نجمع كم تعليق كده من جميل سانداونز عبر مواقعهم يعني ونشوف شايفين المباراة ازاي هم شايفين ان سانداونز نفسه بيتعمد او النادي نفسه له ساندونز نفسه يعني بيتعمد وصف مواجهة الأهلي بالديربي الأفريقي وده حصل فاكتر من بوست ده النادي نفسه الأكاونت بتاع النادي نفسه ودي صورة الأكاونت بيكلمه على المباراة إن هي مباراة ديربي إن هي أقوى مباراة في القرى الأفريقية الآن جميل ساندونز بقى أكدت على قوة المباراة وشايفة إن مواجهة الأهلي ديربي فعلا وده دليل على إنهم شايفين إن هم مع الأهلي أقوى فريقين في أفريقيا حاليا وإن مطشطهم دايما بتبقى فيها ندية وإصارة كان فيه تحذير طبعا خاص لمكوينة مدرب ساندونز من إنه يكون متحمس بشكل كبير في مواجهة الأهلي عشان ما يندمش بيقوله خليك حريص يعني واحد تاني بيقول يجب على المدرب مكوينة إنه ما يكونش متحمس أكتر من اللازم واحد آخر بيقول فيه خوف كبير من جمهور ساندونز قبل مطش الأهلي الخوف ده سببه إيه سببه غياب بعض اللعيبة المؤثرة زي بيتر شلويلي وريبيرو وواضح إنه فيه أزمة وانتقادات من الجماهير شايفين كده لفكرة غياب عدد كبير من اللعبين لفترة طويلة وما فيش أي توضيح لحالتهم أو تطورات التعافي عندهم انتقادات كبيرة يعني شلويلي وريبيرو اللي بنسبة كبيرة هيغيبوا عن مطش الأهلي وده برضو من التعليقات شايفين إنه ممكن يأثر بشكل كبير جدا طيب